وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أعلى من السعر الرسمي حيث تمكنت خلال 24 ساعة من ضبط 423 قضية تموينية بمضبطات بلغت أكثر من 61 طن مواد غذائية وغير غذائية كما تمكنت الوزارة من ضبط أكثر من 15 طن في مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 46 طن أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 612 قضية من بينها 155 قضية خبز ناقص الوزن و124 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلاعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلي تم ضبط 9 قضايا بمضبطات بلغت قرابة 25 طن أقمح محلية